مرحبا مساء الخير لكم جميعاً في عنا في البداية خبر مزعج ولكن طبعاً لازم نمر عليه لأنه نذكر في العديد من وسائل الإعلام الألمانية رح أطلكن هوني أحد المصادر تم توجيه اتهامات خطيرة لقاصر سوري يبلغ من العمر 15 عاماً بأنه قام باختصاب فتاة قاصر أيضاً تبلغ من العمر 12 عاماً بحسب ما نشر الإعلام الألماني فالشاب السوري تحرش في البداية بالفتاة القاصر في بركة السباحة في مسبح في مدينة بغونشفايك في مقاطعة نيدازاكسن وتبيعها لاحقاً لغرفة تبديل الملابس وقام باختصابها ويقال أيضاً بأن صديق له قام كذلك بالتحرش بالفتاة في بركة السباحة ولكن لم يتم توجيه اتهامات للشخص الآخر فلا تزال التحقيقات مستمرة في هذه الجريمة ولم تكشف الشرطة ولم تعلن ولم تفصح في وقت مبكر عن تفاصيل الجريمة قبل عدة أسابيع لأن الضحية فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 عاماً فوسائل الإعلام الألمانية بلشت تتحدث عن هاي الجريمة من مبارح تقريباً فعبتم توجيه هاي الاتهامات للسوري باختصاب الفتاة القاصر ننتقل لخبرنا الثاني بفيديو اليوم بحسب ما نشر الأعلام الرسمي فسيكون لدينا مع بداية العام القادم 2025 جولة صفرية نول غند فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية من الجوب سنتر بيرجا جيلد أموال للمواطنين فبالتالي بحسب ما أعلن وزير العمل هوبياتوس هايل فلن تكون هناك زيادة في معونات الجوب سنتر مع بداية العام القادم فبحسب ما بيحكوا يعني بأن أسعار التضخم انخفضت لمستويات قياسية لـ 1.9% فالتضخم تراجع بشكل كبير بحسب كلام لأدنى مستوياته من 3 سنوات بسبب انخفاض أسعار الطاقة فبالتالي ليس هناك حاجة وليس هناك داع لزيادة معونات الجوب سنتر مع بداية العام القادم فبالتالي انحسم الموضوع لن يكون هناك زيادة في المعونات بالنسبة لمتلقي المساعدات من الجوب سنتر ننتقل خبرنا الأخير بفيديو اليوم مثل ما خبرتكن بفيديوهات سابقة فألمانيا رحلت 28 مواطن أفغاني لكابول وغالبيتهم طبعا مجرمين مو غالبيتهم كل آياتهم مجرمين ولكن البعض منهم يعتبر خطير جدا لأن البعض منهم ارتكب في السابق جرائم ذات دوافع سياسية فبالتالي حطوهم كل آياتهم بطائرة مستجرة تابعة للخطوط الجوية القطرية ورحلوهم سفروهم لأفغانستان طيب شو صار فيهم بعدا وين راحوا يعني وين حطوهم كيف تم التعامل معهم بأفغانستان بحسب ما نشر الإعلام العلماني فحكومة طالبان التي تسيطر على البلاد وضعتهم في سجن كبير جدا وهو أكبر سجون البلاد شرقي العاصمة كابول ولكن هذا السجن سيء السمعة وتم فيه في السابق اغتصاب العديد من السجينات وتم فيه أيضا تنفيذ عقوبة الأعدام في عدة مرات ولا يخضع السجن لمعايير النظافة فبالتالي تم وضع هدول المجرمين هدول المساجين في ظروف غير إنسانية ولكن طالبان عبت الدعي بأنه راح تم محاكمة كل شخص بشكل فردي يعني بشكل منفصل وعلى هذا الأساس بيقرروا كيف راح يتعاملوا مع كل شخص في المستقبل كان معكني الهام بوزان تبقوا بخير صحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء